مرحبا معكم نور الأسعد والليوم حلقتنا عن التنمر بتحكي اذا كان الولد ضحية او اذا كان الولد بيتعرض للتنمر كيف فينا نعرف عادة الولد اللي بيكون ضحية او الوضع لا يأتي بيقول لأهله غالبا اكيد في اولاد قويه بحبوا يحطوا اهلهم بالجاو بس في اولاد اكترياتهم ما بيعملوا هذا الشي فهم بيكون دور الاهل انه هن يلاقوا ادلة ليفتشوا او يكتشفوا اذا الولد عم بيتعرض للتنمر شو بتكون هذه الادلة ممكن الولد يوقف اكل ما يحبي يأكل بالبيت يضغري يفوت على البيت يريد يفوت على قوته ما بده يقعد مع احدا ايزليتنج يعني نفسه عم بيعزل حاله عن العائلة بيكون فايلان مع اخواته هون بنرجع بنحكي عن سايكل التنمر معناتها اللي بيكون عم يتعرض للتنمر بطريقة بديفشخ له بيكون متنمر بوقت من الاوقات نرجع للأدلة اللي بتكون عم بتساعدنا نعرف اذا الولد اللي قالنا هو ضحية او عم بتعرض للتنمر بيكون عم بيطلب مصاري اكتر من الاهل لان امرار البوليز بيصيروا يتساءلوا على الولد هاي اكتر شي سوبيان عطيني مصرياتك فعم بيطلب مصاري اكتر تيابو عم بيكونوا مخزائين من المدرسة بفيق الصبح ما بدي يروح للمدرسة او بيعمل حاله مريض او عنده هاي كان يحب المدرسة وبطل يحبه هلا اعرفنا شو هي الادلة كيف منعالجها اهم شي بس نتأكد او نحس حالنا تأكدنا نروح عند المدرسة نسأل نسأل اساتيستو خلصنا هاي ستاب نجم نقعد مع الولد نسأله بطريقة مباشرة مش غير مباشرة لان الولد هاي سيصير كمان يجيبنا بطريقة غير مباشرة عم تتعرض للتنمر شو عم بيقولولك دائما لازم يحس حاله الولد في حدا عم بيهتم فيه واهل هيخدوه بمحمل الجدية هاي روحوا على المدرسة هايسألوا الاساتيزة وحطوا الادارة تحت العلم وبنفس الوقت فينا نحطه بأكتيفيتيز بتساعده ينمي ثقته بحاله ان كان سكاوتس كشاف وان كان أساس بتطلع الطاقة اللي لقاله بتحسسوا انه هو محبوب بغير انفيرومنتز ومن الأساس من قدرنا نعملها كأهالي انه نعلمه طرق كيف يدفع عن حاله طبعا بسلام ما لازم يدرب الولد اذا كان عم يتعرض للضرب لازم يقول له بليز انا بديك توقف اللي عم تعمله لا يكون عم يحكي المتنمر بطريقة stop it I don't like you وقف انا ما بحبك لا وقف اللي عم تعمله انا ما عم بتقبله لازم يهاجم الطريقة مش الشخص هدول هيك قصص صغار ممكن نعملهم كأهل بيفيدوا الولاد بتمنى كون انا فتكن بهذه الفقراء وفيكم دايما تتابعوني على السوشال ميديا على الفيسبوك على الانستجرام وعلى التويتر تتشوفوا كمان تريكس وتيبس كأهالي او كنورمل بيبر اباوت بولينج ودايما تابعوا لوليا تشانل لانو حيكون في فيديوز اكتر عن الموضوع الأرم عم عم ا Horras شكرا شكرا